بعد تسجيل إقبال ضعيف لمستخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتلقي جرعات لقاح كورونا نظمت الوزارة حملة واسعة عبر الوطن شملت 15 مؤسسة جامعية لكبح انتشار الفيروس وسط الجامعات والتقليل من الإصابات التي شهدتها في الآوينة الأخيرة هي حملة وطنية في إطار في الحرم في المؤسسة الجامعية وهذه تعتبر أول انطلاقة الميزة لهذه الحملة هو أولا ربما نعطي الدفعة الجديدة عن ديكليك للأسرة الجامعية وخاصة لأبنائنا الطلبة هذا اليوم من خلاله نسعى إلى كلنا بتضافر كل الجهود كلنا معنيون بتحسيس الآخر على الإقبال على التلقيه لأنه لا مفر من ولا مواجهة لهذا الفيروس إلا بالتلقيه جئت هنا لمؤسسات الجامعية لولاية وهران للمشاركة في هذه الحملة التحسيسية الهدف منها الرئيسي هو الرفع من نسبة التلقيه خاصة على مستوى الجامعات هنا في الوسط الطلابي حملة يرجى منها الاستجابة من قبل الطلبة ومستخدم القطاع والهدف تلقيه أكبر عدد ممكن للحفاظ على الصحة العامة الجرعة الثالثة لتطعيم ضد كوفيد ننصح الإخوان كل الذين يديروا هذا الفاكسين حماية لهم والأهلهم والانطورات لهم حملة من شأنها رفع نسبة التلقيه لدى مستخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضمان سيرورة السنة الجامعية في أحسن الظروف في وقت يعرف فيه فيروس كورونا ارتفاعا كبيرا في الجزائر